بالتزامن مع فعليات صيف الأردن انطلق مساء الأمس في جميع محافظات المملكة معرض الكتاب التفاعلي المعرض الذي أطلقته وزارة الثقافة يأتي ضمن رؤيتها لإطلاق استراتيجية وطنية لتشجيع القراءة وضمن البرنامج الوطني للقراءة الذي تنفذه الوزارة ويقدم المعرض لزائريه مجموعة من الفعاليات كما ويولي اهتماما خاصا بالأطفال لترسيخ عادة القراءة لديهم ويفتح المعرض أبوابه أمام الزائرين كل خميس ويستمر حتى نهاية شهر آب المقبل هذه الفعاليات تقام على جميع محافظات المملكة تشمل معارض كتب وندوات وشعر ومحاضرات وندوات تفاعلية وبعض الفعاليات الخاصة بالشترنج والكرنفالات هدفه تشجيع القراءة وهو من إصدارات وزارة الثقافة وكما تعلم هذه الإصدارات هي إصدارات تباع بأسعار رمزية هدفها هو الوصول مكتب لكل بيت نحن دولنا رح يركز كشباب اليوم في جلسة حوارية عن تنشيط البيئات الشبابية والمساحات والفضاءات الشبابية وتفعيلها وتحويلها إلى فضاءات آمنة هذا كله يحاول أن يعكس اليوم الحالي الحيوية للمجتمع أن يجسدها في مكان واحد بحيث نحاول مرة أخرى أن نعيد النظر إلى مجتمعنا على أن مجتمع حيوي مجتمع فاعل فيه مجموعة كبيرة من المكونات الفاعلة والمكونات التي يمكن أن تخدم حالة ثقافية متقدمة في المجتمع حقيقة أنا تفاجأت من عدد الحضور لمعرض الكتاب التفاعلي كونه إحنا ماخذين فكرة أن الناس بطلت تقرأ لكن حضور اليوم خصوصا الشباب يشجع لأنه نعمل أكثر من معرض تفاعلي للكتاب